السلام عليكم شباب ان شاء الله سنحاول نبسط مادة الديجيتال الالكترونيكس واحدة واحدة بإذن الله عندنا اول شابتر بيتكلم عن نظم العدد عندنا في نظم العدد اربع نظمها للعدد اول نظام هو النظام العشري النظام العشري هو عبارة بالزبط عن الارقام اللي احنا عارفينها اللي هي من واحد لعشرة يعني مثلا الرقم بيكون على الشكل ده واحد اربعة خمسة ستة تسعة علامة العشرية اتنين تسعة مثلا ده الرقم كده عموجود على النظام العشري طب بعرف منين نوع النظام العشري بيحطوا لجنبه رقم عشرة تحت كده تحت الكوس ده اول نظام عندنا تاني نظام هو النظام السنائي البايناري سيستم ايه هو النظام السنائي ايه هو بيكون من رقمين اتنين بس هم عبارة عن السفر والواحد يعني مثلا لما اشوف رقم عامل كده افقوش غلصفار واحد وبياخد الرقم الرمز بتاعه رقم اتنين ده كده على حاجة اسمه النظام السنائي ايه رقم ثلاثة عندنا في نظام العدد هو النظام السوماني والنظام السوماني من اسمه بيكون من ثمن ارقام يهم الارقام دولت من زيره لحد رقم سبعة يعني زير واحدين ثلاثة اربعة لحد سبعة طيب اعرفه ازاي هو بيكون قريب او من نظام العشري مثلا ارقام شبه كده بس ما انفحش يستخدم فيه رقم اكبر من السبعة يعني اخر حاجة عنده خالص هي السبعة وبياخد رمز تمانية جنب القسط طيب حاجة مهمة لازم اعرفها في البداية ان النظام السوماني دوت بيشغل ثلاث خانات في النظام السنائي معلومة بس كده دلوقتي اعرفها وهنفهم معناها بعدين يعني النظام السوماني بياخد ثلاث خانات بحتاج ثلاث خانات في السنائي عشان نقدر احط رقم سوماني طيب رقم اربعة هو النظام السوداسي عشر ايه هو النظام السوداسي عشر ها هو علشه النظام السوداسي عشر وهو نظام السوداسي عشر طيب النظام السوداسي عشر هو الهكسا ديس wäre هو نظام السوداسي عشر بيتكون من ستاشر رقم بدقي saga طيب الستاشر رقم دولت هم من زيرو لحد خمستاشر والرمز بتاق med Jeff تابعه بياخد رقم اسلتاشر طيب من زيرو لحد تسعى من زيرو لحد تسعى بيتكتبه عادي لكن من 9 إلى 15 بياخده أسامي حيث أن العشرة هي رقم A وأن الحداشر هي رقم B وأن الاثناشر هي C والتلاتاشر هي D والاربعتاشر هي E والخمستاشر هي F يعني في النظام دوت لو عايز أكتب مثلا رقم 14 ما بكتبهاش كده بكتب E يعني مثلا على سبيل المثال رقم شبه ده كده 5 F D A علامة 16 لو شفت الصورة دي قدامي أعرف أن الرقم ده على النظام السيدسة 10 حيث أن D بتمثل رقم 13 والF بتمثل رقم 15 والإيه هي 10 والخمسة هي 5 عادي تمام؟ في الشابتر دوت هنأندرس كل العمليات على الأربع أنظمة دول إزاي حاول من أي نظام للتاني وإزاي أجمع كل الأنظمة ديت يعني عند رقمين أجمعهم مع بعض ورقمين أضربهم مع بعض واترحهم من بعض هحاول إن شاء الله اللخص الموضوع ده كده بشكل سريع عشان الفيديو ما يطولش النظام أهم حاجة عندنا هي إن إزاي أحاول من النظام العشري لأي نظام من الأنظمة الثلاثة التانيين اللي هم السنائي والسوماني والسوداسي عشر يبقى من النظام أي العشري للنظام السنائي أو السوماني أو السوداسي عشر بأسم وهعرفك عن إيه أقسم دلوقت طيب من النظام اللي هو السنائي أو السوماني أو السوداسي عشر عايز عندي صورة بالتلاتة دولار وعايز حولها للنظام العشري بعمل إيه بضرب طيب حلوة أو الكلام ده أعرف القاعدة ديت بس وهقولك بنعمل دلوقت على سبيل المثال مثلا لو هنحول من النظام من أي نظام اللي هو السنائي أو السوداسي عشر أي نظام من أنظمة الثلاثة دولار عايز أحوله للنظام العشري هعمل إيه احنا قلنا إنحنا هنضرب طيب هنضرب إيه ولا هعمل إيه أنا مش فاهم هناخد مثال أول حقا خالص لو هحول من السنائي للعشري تمام فأنا عندي نظام سنائي من النظام السنائي للعشري أنا قلت بضرب طيب مثال عندي رقم مثلا ده ده رقم ده رقم صحيح وعلامة عشرية وده كسر طيب إزاي بقى إن أنا أحول الرقم الصحيح والكسر للنظام يكافئ كان بالنظام العشرية هعمل إيه أنا قلت هضرب طيب بقوم جاي رصص الرقم شكل ما هو كده واحد زيرو زيرو واحد العلامة العشرية بعد كده زيرو واحد واحد بدرب إيه بقى النظام السنائي الأساس بتاعه اتنين قص صفر اتنين قص واحد اتنين قص اتنين اتنين قص ثلاثة حلو لا أحب أحدا ببما يأخذ土 معي واختبط هبدا في اسف Are لأن اذا الفكرت أفت على السفر معي 5-8 أحط العلامة العشرية أجي هنا إتنين قص سالب واحد واضربها في السفر يبقى كده الصفر نمش معاي بعد كده إتنين قص سالب اتنين في واحد وإتنين قص سالب تلاتة في الواحد وجمع هيدلها للناتج تلاتة سبعة خمسة طبعا ده إيه؟ بعد العلامة العشرية ده عشر ده معنى كده أن أنا حولت الواحد زير وزير واحد علامة زير واحد من ثنائي كافئ الرقم ده بالعشر نفس اللي عملتوا في النظام السوماني هعمله في باقي الانظمة يبقى انا هاجي مثلا لنظام السوماني للعشري عندي مثلا على سبيل المثال رقم سوماني هو اتنين ستة سبعة خمسة سوماني عرفت منين ان هو سوماني مفيش اي رقم جوه اكبر من التماني وهو اللي ان هو سوماني في السؤال ولو مش ايلي ده يحتمل انه عشري ويحتمل انه سوماني فهو بيقولي احنا قلت بضرب صح هضرب في ايه في الاساس بتاع اللي هو تمانية هروس الرقم شكل ما هو اتنين زيرو ستة علامة ثابعة خمسة واقول تمانية قس زيرو تمانية قس واحد تمانية قس اثنين واجب نيها 8 قس سالب واحد ثانية قس سالب اثنين ونفس اللي عملته فوق اعمله تحت هكوم جايل هضرب اضرب الرقمين واضرب الثمانية قس زيرو وأشوف كومتها كام اضربها في الرقم اللي تحتها واجمع بعد ما اعمل العملات ديت ه repeated use here and afterlay الناتج وائخ 934 وعلامة 953 بالعشر نفس اللي عملته في العاشري هعمله في النزام السوداسي عشر عندي 2A F علامة 3 10 نزام السوداسي عشر فيه A والF ورنموز بتحت دي A عرفنا ان هي قموة 10 والF هي 15 طب اعمل ايه زي ما عملت بالظبط فوق في الاتنين اللي قبليه احط الثنين والA والF وحط الضت والثلات 16 قص 0 16 قص 1 16 قص 2 16 قص سالب 1 وفك واجمع هتطلع للناتج بتاع 6 8 7 علامة 1 8 7 5 بالعشر ده التحويل من اي نظام غير العشري للعشري تمام العكس بقى انا قلت ان انا مجحول من اي من العشري لأي نظام من التلاتة البقين بقسم هقسم على ايه هنقول دلوقت عندنا مثلا رقم بالعشري عايز احوله للسناقي كلام سليم بشوف الرقم الصحيح والرقم اللي هو الكاسر الرقم الصحيح بعمله حاجة اسمها اسمها بقسم على الاساس الاساس كام 2 يبقى اتنشر على الاتنين اتناشر على الاتنين فيها الستة طب والباقي مفيش باقي بحطه بصفر طيب ستة على الاتنين فيها التلاتة في باقي لا مفيش باقي بل باقي صفر بعد كده تلاتة ديت على الاتنين فيها الواحد وهيبقى كام هيبقى واحد صح يبقى اتنين في واحد باتنين وعشان تفضل كام عشان تبقى تلاتة هيبقى واحد يبقى الباقي بتاعي واحد طب واحد على الاتنين واحد على الاتنين ماينفعش يبقى قول ان هو يفعل صفر والرقم اللي بقي هو نفس الواحد برضه كلام صليم اعملها كذا مرة في كذا واحدة هتفهمها طيب ده كده الرقم الصحيح الرقم العشر بقى اللي هو علامة مية خمسة وعشرين ده. باضربه في الاساس اللي هو اتنين. تمام? يبقى علامة مية خمسة وعشرين في اتنين طلع ب بخمسة وعشرين من مية. ارجع اخده نفس الرقم واضربه في اتنين. يطلع بنص. واخد نفس النص ده واضربه في اتنين. لحد ما يطلع رقم صحيح. طلع رقم صحيح بس كده انا وقفت. طيب هكوت بقى الكود بتاعي ازاي او هطلع الرقم ازاي? بعمل في الرقم الصحيح من تحت لفوق من الشمال لليمين. طيب في الكاسر برضو من تحت باخدهم. مليش دعب اللي بعد العلامة. دولت. وبقول من تحت لفوق اعكس بقى من يمين للشمال. يعني الرقم ده هي الكتب ازاي? هيبقى من تحت الفق من الشمالي اللي من واحد واحد زير وزيرو. وحط العلامة. من تحت الفق من اليمين للشمالي يبقى واحد زير وزيرو. يبقى ده الرقم السنائي العشري حاولته سنائي حيب طيب هاخد رقم تاني مثلا اللي هو ده وهو رقم عشري عايز حوله للنظام السوماني نفس اللي عملته هنا بالضبط هعمله في السوماني يبقى الرقم هو هاخد العدد الصحي لوحده وتكسر لوحده تمام واقسم على البيس بتاعي الاساس اللي هو تمانية يبقى مية مية اتنين وعشرين على التمانية يبقى فيها الخمستاشر وخمستاشر في تمانية هيبقى خمستاشر في تمانية هيبقى مية وعشرين مية وعشرين يبقى الباقي كام عشان تبقى مية اتنين وعشرين يبقى الباقي اتنين بعد كده على التمانية فيها كام اتنين في تمانية وستاشر تبقى اكبر لا هيبقى اقل الواحد يبقى الواحد فيها الواحد وواحد في تمانية باقي كام عشان يبقى خمستاشر يبقى باقي سبعة طيب تمانية على الواحد ما تنفعش يبقى هل في هالصفر والباقي واحد يبقى برضو من تحت الفوق مش شمالي لمين اروح للكاسر اضربه في تمانية لحد ما يطلع معايا رقم صحيح تمام هدرب هعمل لك ديات يبقى اتنين خمسة زيرو في تمانية تطلعت اتنين رقم صحيح على طولها يبقى من تحت الفوق مش شمالي لمين واحد سبعة اتنين وحط العلامة والرقم بتنين اضربها لو لمين اطلعتش على طول حد ما اطلع رقم صحيح يبقى ده بالسماني فبن السوداس عشر نفس الحكاية بالزبط مش محتاجي قررها بقى عشان وقت الفيديو بدل ان كنت بتقسم على تمانية هتقسم على ستاشر والكاسر تضربه في ستاشر لحد ما اطلع معايا رقم صحيح تكده التحويل من كل الانظمة من العشر لكل الانظمة ومن كل الانظمة للعشر كده انا ايه عند انا قلت ان عندي سنائي وسماني وعشري وسوداس عشر انا عارفت ازاي حول من العشرة للستاشر ومن العشرة للتمانية ومن العشرة للاتنين والعكس كده بقى لي ايه ان انا اقدر حول ازاي من السنائي للسماني ومن السنائي للسوداس عشر تمام؟ وده اسهل لكم يعني انا عندي مثلا رقم صنائي عبارة عن الرقم ده واحد 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 اربع واحد زير واحد علامة ده رقم صنائي وبيقول لي حوله للسنائي لو تفتكروا في اول الفيديو انا كنت قلت ان احنا عايزين ان السنائي بيشغل ثلاث خانات من السنائي يبقى هروح على الرقم ده واقسمه ثلاثات يبقى هدي ثلاثات ثلاثة هيت وتلاث ارقام طب ده اتلع اتنين احط صفر ما الصفر كده كده على الشمال مالوش لازم ودول كده كده جازين ثلاث ارقام بعمل ايه بقى 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 تلاث اقسمهم همه التلاثات زي عاما اقسمتهم واحد 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 زيرو والعلامة هو هنا واحد زيرو واحد التلت كده Economic كده لي كل ما ي mighty الدرف كده هو uy واحد اتنين اربعة. طيب اللي تحته صفر ما بجمعوش معايا واللي فوق واحد هو اللي بجمعو. يبقى واحد واربعة خمسة. هنا ديت سبعة. وهنا واحد واتنين تبقى ثلاثة. وهنا اربعة واحد تبقى خمسة. يبقى هو ده الرقم بالسومان. طيب نزام السودسة عشر نفس الرقم ده كده بس هقسمه اربعات. مشان قلت سودسة عشر بيشغل اربع خنات. تبقى ايه? القيمة المكانية بتاع ده اربع خنات ديت هي ايه? واحد اتنين اربعة تمانية. اللي هي اتنين قس زيرو اتنين قس واحد اتنين قس اتنين اتنين قس تلاتة. باجه على نفس الرقم وقسمه اربعات. يبقى واحد زير واحد 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 واحد. واحد علامة واحد زير واحد. وهنا بحط برضو صفر على لمين ما لهوش قيمة. يبقى بقول ان ده واحد اتنين اربعة تمانية. واحد اتنين اربعة تمانية. واحد اتنين اربعة تمانية. وجمع. يبقى 8 و 4 12 12 و 1 13 13 احنا قلنا هي ايه هي عبارة عن احنا قلنا ال E 10 وال B 11 وال C 12 وال D 13 وال E 14 وال F 15 يبقى 13 هي عبارة عن D طب هنا 4 و 1 يبقى ده F اللي 15 وهنا 2 و 8 10 اللي هي ايه ده كده قيمة نفس الرقم بس بس ده 10 تمام ده كده التحول من النظام السنائي لل 10 او 19 طيب العكس بعمل هي بقى العكس سهل جدا خلينا في نفس المساء احنا قلنا ان 3 7 5 علامة 5 ده رقم سباق عايز احوله لل E للسنائي برس الارقام واحطي فوقها ايه 1 2 4 1 2 4 1 2 4 وهنا 1 2 4 عشان اخرج 5 من ال 1 2 4 فهاخد ال 4 وال 1 يبقى احط مكان كل قيمة فيهم 1 اهي السبعة 3 و حان الثلاثة 1 1 0 طيب الخامسة عبارة عن 1 0 1 ده كده نفس الرقم بالسنائي طيب انا عندي رقم سوداسة 10 مثلا الواقف دي ايه سوداسة 10 اوه بحط ال D وحط فوقها 1 2 4 8 وال F 1 2 4 8 وال A 1 2 4 8 وابتدى جمع ال D عشان اخرجها هي ال 13 فاشوف تمت حكاء يقى تبقى 1 0 و 1 1 طيب ال F هي عبارة عن 4 وحاية طيب ال A هي 1 0 1 كده انا حولت من السنائي لل 10 وال 16 فاضل حاجة واحدة بس هزا احاول ما بين السوماني والسوداسة 10 يعني لو عندي رقم سوماني احاول له السوداسة 10 والعكس في الحالة دي بحاول الرقم السوماني لسنائي وارجع اخذ السنائي له السوداسة 10 او العكس كده احنا عرفنا كل تحويل تحويلات نظم العدد كل دي طيب فاضل بقى العمليات على نظم العدد يعني ازاي اجمع وازاي اطرح وازاي اضرب فيه اول حالة قواعد للجامع مختلفة شوية عن القواعد العادي يعني لو بجمع 0 زائد 0 او 0 زائد 1 او بجمع 1 زائد 1 او بجمع 3 حايد مع بعض في حالة الصفر والصفر بيكون صفر عادي 0 و 1 برضو 1 عادي 1 و 0 بقى بيكون صفر والباقي 1 وهنا الباقي صفر وهنا الباقي صفر 3 حايد 1 والباقي 1 دي القواعد دي مهمة جد طيب خلينا كده نجي نجمع مثلا الرقم ده 0 1 0 1 0 1 0 مع 1 0 1 0 بقول 1 0 يبقى 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 طيب نشوف مثال تاني